أهلاً وسهلاً بكم مجدداً في صباحك مسكو أورحب يضيفي في الاستيديو الأستاذ عمار حاج عيسى المستشار والمختص في إدارة أو ريادة الأعمال يا سيد صباحك أستاذ عمار أهلاً وسهلاً دكتور أحمد يا سيد صباحك وصباحك خير لجميع حياكم الله أستاذ عمار يعني يظن البعض أن العمل الحر خلينا نقول إذن أنه أنت تكون صاحب عملك هو أسهل بكثير من أن تكون موظف لكن التجربة أحياناً تثبت أنه يعني خلينا نقول انضباط الموظف لأنه فيه مدير يحاسبه وفيه يمكن غرامات أسهل من انضباط المدير في أن يأتي في الموعد وربما قبل الموعد وهو ليس لديه محاسب أو حسيب على ذلك ماذا تقول في ذلك يعني طبعاً أكيد هذا شي صحيح وواقعي فعلياً الواحد يكون يوم يكون موظف يكون عنده مدير أو ربما مديرين مثلاً في بعض الأحيان لكن يوم يكون صاحب عمل يكون كل زبوء عنده مديره يعني فبختلف الوضع كثير من الناس يكون بده يكون عنده عمل عشان بتوقع هو أنه حيرتاح أكتر أو أنه حيقل دوام أو يقل انضباطه الحقيقة أنه ما سمعنا من حد يعني نجح اللي كان دائماً هاي الشغلة الأولى اللي بيحكي عنها قديش هو بيشتغل كثير قديش هو منضبط في عمله قديش هو مرتب حاله مبرمج حاله لأنه فعلياً هو مدير نفسه فهذه من جهة ميزة للحرية الشخصية لكن الحقيقة هي التزام يعني ذاتي مش بسيط جميل هذا الالتزام الذاتي بالتأكيد يعني هو مهارة ليست ليست سهلة كما ذكرت لأنه الإنسان عادة إذا ترك لنفسه يقع في فخ التسويف والتأجيل والكسال يعني يشعر أنه له الحرية في ذلك يعني لا يشعر بتأنيب ضمير أو بتأنيب مباشر فعلاً من شخص كيف الإنسان يكون عنده هذه المهارة لأن أصبح موضوع العمل الذاتي موجود بعض الأشخاص مثلا تعمل حتى في المنزل فهو يعني تختلط بيئة العمل مع بيئة المنزل بشكل كبير هذه الرقابل الذاتية كيف كيف تتحقق حلو نبدأ من موضوع المهارة كيف أنا بعمل هاي المهارة كيف بصنع هاي المهارة أكيد في جانب من المهارة هو الذاتي أن يكون الواحد عنده إياها من الأصل هذا موجود وهذا جزء جيد إذا قلنا يمكن مثلا ممكن 30% 40% من العامل لكن العامل أو العوامل الأهم كيف أبني هذه المهارة جميل أبني المهارة بعدة طرق مش بطريقة واحدة أول إشي الحياة كلها قرارات دخلت على السوديو عندكم محادثتنا كلها قرارات حتى لو كانت قرارات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة فأول قرار أنا بدي أخذه أنا بدي ألتزم نعم ويكون قرار حقيقي وأنا عارف حالي ما أكون عم بحكي أني بدي ألتزم ولا فعلا بدي ألتزم سأشوفه ثاني يوم في نتائج أعمالي بالمهام الصغيرة جميل فأول نقطة القرار ثاني نقطة كيف أبني هذه المهارة كيف تم بناء المهارة المهارة تم بناء بثلاث عناصر أول إشي التدريب ثاني إشي التنفيذ هذا التدريب وثالث إشي متابعة هذا التنفيذ وإني أرجع أشوف أنا كيف إيش الإشي اللي ناقص عندي أضبطه وإيش الشي الصح أعززه فهي عبارة عن ثلاث عناصر لبناء المهارة أو الاسكيل أو الكمبتنسي هي معاني قريبة جدا من بعضها برضو في طريقة حلوة ممكن نحكي عنها اللي هي النمزجة أشوف حدا شايفه أنا جيد في إدارة وقته أو جيدة في إدارة وقتها وأعمل نمزجة حتى لو كان هذا الشخص بيشتغل في قطاع آخر في قطاع آخر وفي مجال آخر أو حتى في دراسة يعني بنتي الآن مشغولة جدا في الدراسة فعم بشوف كيف طريقتها في التزامها وعم بحاول أخذ النموذج هذا أنا أستفيد منه عن طريق وضع تايمر على سبيل المثال وتايمر حقيقي لكن حتى لو حطيت تايمر التايمر ما حيمسكني يحطني قدام المكتب ويشغلني مرة أخرى قرار شخصي ما عملت أول مرة بعيده تاني مرة ثالث مرة عاشر مرة عشرين ثلاثين أربعين موضوع مستمر إذن أنا كل ما أكرر وأغلط بعد لحد ما يصبح هذا عندي سلوك وبالتالي يصبح عندي مهارة ذاتية جميل إذن التدريب والتنفيذ ثم بعد ذلك المتابعة والمراقبة إذا بدنا ندخل أكثر لهذه المهارة تحديدا فكرة أنه الإنسان يحاسب نفسه ينضبط كيف يمكن أنه تطبق على هذا النموذج ماذا لو كنت يعني قد فشلت مرات ومرات وبدأت أفقد الأمل في نفسي وبالتالي صرت بدي أبحث عن حدا أنه تعرف خراقبوني أنا زلمي ما بمشي لحالي مثلا طبعا هذا مش غلط يعني أبدا مو غلط وصحيح حتى أنه أستعين أنا بشخص آخر كنا عن نحكي يعني بره الهواء عن أنه كيف الأوضاع الآن يعني ما هي سهلة سواء في تركيا أو غير تركيا يعني حيث عايش عايشين بتركيا فشايفين حولنا أنه الوضع في تركيا هو مش بسيط برضو في كتير بلاد حتى عم نحكي عنها أنه فيها حجم عمل ضخم وكذا حتى في كثير من البلاد في ضوائق اقتصادية تختلف من بلد لبلد فهي أول نقطة أنه أنا أكون عارف إيش توقعات الصح فأكون عارف أنه حوالي يعني مش بس مني خلال لكن في حوالي أشياء عوامل حاليا بتدعم أني أكون أنا إنجازي أقل من الطبيعي هم بيلزمني هذا الشيء أكتر وأكتر أني أنا وضاعف جهدي طيب كيف ناخد شيء عملي أول شيء أنا لازم أكون عارف شو بدي وعارف شو بعمل ما بنا نحكي في تخطيط وشغلات كبيرة وما بنا نحكي في أحب عملك لتحب ما تعمل ويعني هذا أحكي شوية نظري ومش أيام ويعني هالأيام الحقيقة لكن بكل بساطة زي ما قلنا أول شيء كيف أوصل أنا للمهارة راح أكينا عنها بكلمتين سريعات جدا هي هاي بدها طبعا تفصيل أكتر لكن سريعا النقطة الثانية خلينا أنا أحط أحدافي بشكل مبسط للفترة القادمة وما بنا نقول برضو لفترات طويلة خلينا نقول للشهر هذا أنا شو بدي أساوي والأسبوع أنا شو بدي أساوي وأمشي باتجاهها يوم ما أكون أنا عارف وين رايح يوم ما أكون عارف أني بدي أمشي بهذا الاتجاه بخطوات بمهام قصيرة وصغيرة هات بساعدني على الإنجاز أكتر ما بدنا نفصل كتير ما بدنا نحط أشياء كتير معقدة حتى ما أغرأ أنا في التفاصيل بدي شغلات بسيطة جدا بدي والله أنا في عندي اختبار بدي أنجح فيه في عندي مشروع بدي أخلصه في عطاء بدي أقدم عليه أو عرض أسعار بدي أقدم وشغلات تكون بهالبساطة هذه واحد اثنين ثلاثة أربع أهداف صغيرة بتوصلني إلى هدف كبير جميل تمام يوم ما أكون عم بشتغل عليها فأنا يوم ما أنجز واحدة من هدول أنا سأشعر بالرضا هذا حيساعدني أني أنجز شيء آخر آخر موضوع أنه يتعامل الواحد مع عقله اللواعي هاي يعني خلينا نقول لعبة جميلة يعني يمكن الأغلب بعرف أنه العقل اللواعي ممكن أنه الواحد يكيفه يطوعه يضحك عليه خلينا نقول فحلو أنه أعطيه بعض الرسائل وهذا حقيقي يعني بحكيكها شيء حقيقي بتساوي يعني أعطيه بعض الرسائل أنه أنا بدي أسوي الشغلة فلانية إذا سويت الشغلة هادي أنا حأعمل كذا فحاول أني أشتغل مع نفسي داخليا أنه برغم الظروف بغض النظر عن الظروف طب فيه بكل مكان بتلاقي يعني عارف لو في مسلا دولة فيها حرب أوكي الله يبعدها شيء عن جميع والله يفرج عن أهلنا آمين آمين لكن في أماكن أخرى بتلاقي في واحد طلع اسمه ثري حرب إذا هو في أسوأ الظروف استغل يمكن طريقة مش كتير مصبوطة بس قدر يستفيد من ظرف سيء ليعمل لحاله فائدة أو مصلحة فإذا حتى في الظروف السيئة في كورونا قديش إحنا كلنا كرهنين ذكر كورونا قديش في ناس استفادوا في كورونا وكانت كورونا هي الرافعة بنسبة له فإذا حتى لو كان في ظروف سيئة حقيقة أنا ممكن استفيد من هذه الظروف وأطلع أو لو كان في ظروف سيئة أنا ممكن أتغلب على هذه الظروف وأكمل هل هو سهل طبعا مش سهل أكيد الأسهل للواحد أنه يسوي الشغلات الممتعة أنه يشتغل في بيئة عمل مريحة أنه يشتغل في ظروف اقتصادية جيدة هذا حتما سهل وبتلاقي الناجحين فيه كتير لكن من يجي إحنا على ظروف صعبة وقاسية النجاح فيها هو النجاح الأقوى هو النجاح الحقيقي الأكثر فيتحدى الواحد نفسه ويتحدى الواحد ظروفه بقدر يوصى إن شاء الله لنتائج طيب ما زبط بدأ يعيد كما مرة ومرة ومرة كل ما يكون الواحد الدافع الدافع تبعه من داخله بإيهل تأثير الظروف الخارجية عليه جميل جميل إذن هذا الدافع الذاتي الحافظ الذاتي هو شعوره أنه يريد أن ينجح هذا المشروع الخاص لا يريد مثلا إذا كان هو قد خرج من تجربة ربما عمل كموظف إلى عمله الخاص لا يريد أن يعود إلى الوراء ويريد أن يكمل في مشروع هذا الذي سيمنحه هذا الإصرار والتحدي أستاذ في ذات السياق سياق التطوير الذاتي أحضرتكم أيضا لديكم مثل خدمة التي هي التدريب الشخصي كيف يحدث هذا التدريب الشخصي لو هيك نعمل أيضا إطلال إلى هذه الفكرة كيف يطور رائد الأعمال أو صاحب المشروع صاحب المشروع الخاص كيف يطور نفسه ما هي المسارات الأساسية هلأ يعني يجب أن نحكي عنها بشكل سريع كيف إحنا بنسويها طبعا في عنا أطر عامة بنشتغل من خلالها بأنه بنشتغل على الجانب الشخصي بنشتغل على الجانب الاجتماعي والهدف هو جانب العمل يعني بالنهاية فإحنا بنحاول أنه نضبط هالعيارات يعني في البداية حتى نصل للهدف اللي إحنا عم نشتغل عليه من الأصل شميل فبدون وهذا يعني هيك حد صعب أنه الواحد يعني يديره بدون ما أنه ندخل فيه خصوصيات الواحد الشخص العميل الشخصية بنحاول أنه نفهم إيش إيش المعوقات الموجودة إيش الشغلات الداعمة الموجودة إذا كانت المعوقات هذه يمكن أنه نحكي معها ونحاول أنه يكون الحديث يعني صديق لصديق يعني حتى بس تعمل كلمة بدل ما نستعمل كلمة أو منتر بدل ما نستعمل كلمة مدرب بس تعمل كلمة مرافق من شميل فبنكون يعني كأصدقاء بنتكلم فبنحكي مع بعض أكثر إيش النقاط اللي إحنا عنا أنا كرائد أعمال شخصية أنا بدي أعدلها ربما تكون متعلقة بالعمل ربما تكون متعلقة فيه كشخص ربما تكون متعلقة بالمحيط العائلة أو الناحية المجتمعية أو كذا فإن كان يمكن أن نحكي عن هذه النقاط بشكل مفتوح بنحكي عنها ونحاول نعالجها إذا كانت أمور خاصة فبرضه في عنا طريقة بحيث أنه يعني نعطي أطر عامة أو توجيهات بحيث أن الشخص يقدر يشتغل لحاله بخصوصيته ويحل هذه المشكلة فإذن أول شي يعني رائد أعمال أحاول قدر الإمكان ما عمره حدا بشتغل ما في رائد أعمال بشتغل في ظروف مثالية وبشتغل في ظروف مثالية هو استثناء نعم أغلب أصحاب الأعمال وحتى الموظفين زي ما تضلت حاضرتك قبل شوي بشتغل في ظروف صعبة طبعا أنا والله مش عاجبني هذا الوضع مش خيار للأسف يعني أوكي مو خيار يعني ما بدأ رأقول والله أنا بيئة العمل بصراحة مش عاجبتني ومش زي جوجل مش خيار أصلا مش وارد خاصة في عالم سوشال ميديا اللي عم نشوف أحيانا بيئات عمل وإنسان يبني أحلام وخيال عليها ويقول لك الموظف ويلاقي تخية بنامش شوي يعني أحيانا لا تتوفر هذه الأمور يعني تبقى أحلام يعني أحيانا تأثر سلبا مجرد أنه تطلع إليها وهي غير موجودة صحيح وأنا اشتغلت فيك بيئة البيئة اللي عم نحكي عنها هذه اللي توصف إنها مثالية اشتغلت فيها جميل مش مثل ما بيطلع في السوشال ميديا طبعا حلو ما بقول لك لا ومميزة وحقيقة أفضل بكثير من البيئات اللي الناس نزعجوا منها لكن مع ذلك برضو بواجه الواحد فيها صعوبات قاسية جدا بتخليه مثلا يترك على سبيل المثال والترك بالمناسبة يعني الترك أو ترك أو حتى أغلاق العمل الخاص مهما كان هذا القرار قاسي يجب أن يدرس هو خيار مطروح دائما خيار مطروح خيار مطروح فنرجع للنقطة إحنا إذن بنحاول نعدل الظروف الموجودة عننا بنحاول نحط أهداف صغيرة وقصيرة خاصة في الأوضاع المتقلب اللي إحنا فيها فاستجابتي للأوضاع المتقلب يعني أنا بحط أهداف واستجابتي للأوضاع المتقلب بأن الأهداف هذه ما بتكون أهداف طويلة أهداف قصيرة بدي أقف عند نقطة أستاذ عمار وأنت ذكرت نقطة فعلا جوهرية أنه في هذا التدريب الشخصي الجانب الاجتماعي والجانب الشخصي حاضرين في ذلك يعني لا يمكن بمعنى أنه الواحد يكون ناجح في عمله إذا ما أدار الجوانب الأخرى يعني لا يمكن أن يفصل تماما للإنسان بالنهاية إذا ما له مرتاح ربما في يعني هذا الجانب إلى أي مدى تجد أنه مؤثر الجانب الأخرى من حياة الإنسان جانب الشخصية جانب العائلية الاجتماعية هل يمكن أن تجاهل أثرها ولا هي مؤثرة جدا لنجاحه في العمل الحقيقة ممكن لكن النتيجة بتكون سلبية كتير يعني زي ما تفضلت بالآخر نحن عم نحكي مع بشر مع إنسان هو جزء من محيطه جزء من مجتمعه هو مو عايش عشان يشتغل على أهمية العمل في الحياة هو عايش حتى يؤدي رسالة هو عايش حتى يكون جزء من عائلته جزء من أمته من طمحات اللي حواليه نعم في ناس مشهور جدا بدون ذكر اسمه يعني كان في الإطار الشخصي والإطار العائلي سيء جدا وبنته كتبت عنه كتاب قديش كان أبوها إنسان سيء وكان مركز فقط على عمله وأنجز إنجاز عظيم جدا 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 في العمل لكن في المحيط كان سيء حتما هذه ليس الصورة اللي إحنا بدنا إياها هذا ليس النجاح هذا ليس النجاح وهادي مش رسالتنا اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني وضعنا في الأرض من أجلها عشان فقط نعمل بالعكس ربنا سبحانه وتعالى استخلفنا في الأرض عمارة الأرض بكل ما في هذا المعنى من شمول الواحد عنده أهداف متعددة في حياته عنده ناس بحبهم وبحبه تجاهلهم أو أو تغليب جانب على جانب طول الوقت ما هو صحيح أنا في بعض الأحيان نعم بدي أغلب جانب العمل عائلتي لصالح عائلتي وببعض الأحيان بدي أغلب عائلتي على جانب العمل حتى لو أنضر العمل حسب الظر فإذا هذا الموضوع يعني مرة أخرى هذا قرار من مجموعة قرارات طول الوقت إحنا بناخدها فيفكر للواحد سواء شاب أو بنت في القرارات اللي بيأخدوها والذي بنحكيه دائما ويأخدوا القرار وما يخافوا جميل حتى لو طلعت النتيجة غلط أفضل بكثير أنه يخافوا أنهم يخذوا القرار لا خذوا القرار وإغلطوا وتعلموا من قراركم وتحمل نتيجته كون أد القرار اللي بتاخدوا أفضل من يعني أن يغرق في مستنقع التردد وهذه مشكلة نعود إذن إلى التدريب إذن هناك اهتمام بجانب الشخصي جانب الاجتماعي والجانب المهني في الجانب المهني يعني بالجانب الأخرى كيف يكون أنك تطوير لهذا الشخص بالجانب المهني مرة أخرى حتى لو كان موظف أو صاحب عمل طبعا صاحب العمل هيكون عليه مسؤولية أكبر زي ما حكينا في بداية الحوار هو بيكون مدير نفسه فهو عليه أنه يكون هو المدير العام ومدير المبيعات واللي بيسوي الشيء والقهوة نيال عنده كل هالمهام يعني فبيكون عليه الحمل الأكبر الحقيقة موضوع أنه الواحد يعرف شو بده يخطط لأهدافه لأدام ويخطط ويجهز الخطة التنفيذية تبعته وإيش بده مثلا يحقق من لنقل المريعات هذا الرقم اللي الناس بتحكي عنه دائما كيف بده يعمل النمو للشركة تبعته كيف بده يستحوذ على عملاء أكثر فعنا إحنا مجموعة من خلين نقول باقة من الخيارات بده يشتغل فيها كل إياته حتى يصل رائد الأعمال أو سيدة الأعمال يصلوا للنجاح نبدأ دائما من أنه أنا إيش بدي شو اللي أنا بدي أسوي وشو الإشي اللي ما بدي أسوي بالمناسبة فبنحدد إحنا شو بنا نعمل وبنرجع برجوع كيف ننوصل لهذا الشي لهو يعني مستفاد منها في كثير من المجالات اللي هي الهندسة العكسية مستفاد بدأت في الصناعة وانتقلت للإدارة كيف أنا أحدد شو الشي اللي بده أوصله اللي بده أعمله وأشوف كيف بده أوصله عن طريق خطة تنفيذية عملية بالذات لصغار رجال وسيدات الأعمال خطة عملية تنفيذية صغيرة وقصيرة سهلة التنفيذ هو ينفذها ما بيحتاج معا فريق جميل طيب كيف أسويها التعلم فيها سهل جدا يعني خلص نحكى كثيرا أنه مصادر التعلم متاحة في كل مكان النقطة المهمة اللي تعلمتوه حتى لو في مقطع يوتيوب نفسوه والأهم من ذلك كله شو صار معنا بنتيجتنا هذي فنرجع مرة تانية ونضبط الخطة البسيطة اللي إحنا سويناها وبنمشي على هالأساس بنحط خطة بنحط شوية أهداف بنحط خطة تنفيذية بنحط خط زمني تايم فريم وبنشوف هاي الشغلة قداش فيها تكاليف وبنحاول أنه نوفق بين هاي الشغلات التكاليف موجودة مش موجودة التكاليف كميزانية نعم موجودة مش موجودة لو مو موجودة كيف بدنا نأمنها وكيف نأمن أقل قدر ممكن نبدأ به ونبني على أساسه بقدر الواحد أنه فعلا يعني يصنع هذا النجاح وكثير نصنعه وما زاله يعني إذن يعني كما تفضلت المفتاح الأساسي يعني أنا الذي أخذه اليوم هو موضوع التنفيذ كثير مثل ما تفضلت يعني الآن نحضر نقرأ كذا نعجب بما يقوله أحد الآن ممكن يستمع يعني يقول كلام جميل لكن خطوة التنفيذ أحيان تكون غائبة عن الكثيرين هو يعجب ويعظم أنه سيتغير إذن التنفيذ وبعد ذلك التقييم لتعديل في كلمة أخيرة أستاذ والوقت يعني مر بسرعة بصحبتكم في كلمة أخيرة فعلا لكل صاحب عمل أو حتى لو يعني لديه عمل حور بسيط لتطوير نفسه في كلمة أخيرة نتلخيص ما ذكرنا وارك سمارت وارك هارت التنين مع بعض جميل ونديل أخنا في غزة وفي السودان وفي سوريا في كل هذه المناطق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نفرج عنهم جميعا إن شاء الله ربنا ننصر أهلنا في غزة ويعينهم آمين آمين أشكرك جدا أستاذ عمار حقيقة لو ورتنا في صباحك أشكر كل المتابعين الذين كانوا معنا على مدار هذه الساعة الصباحية على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة وصباحكم مسك صباحك مسك صباحك عمبر وورد وفل وقطعة سكر وكأس من الشاي حلو لذيذ بنعناع أرضي بلادي معطر صباح الفنون ونحن الأغان صباح الحوار الذي في نكاب صباح برائحة الهار تذكر حنينا بصدر الشباب المهجر وسحر الأناظ لأنساب عشق سميت وجبن وخبز محم صباح حرب طعم جديد لدينا لكم فيه ما تشتغون وأكثر شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين